كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي عزم وفد ائتلاف إدارة الدولة طرح اسم محمد شيع سوداني كمرشح رسمي خلال اجتماعه مع زعيم التيار الصدري مقدد الصدر مبيناً أن فرص رئيس حكومة تصريف العمال مصطفى الكاظمي بالحصول على الولايات الثانية ليست كبيرة حتى في حال عدم تكليف السوداني وأتبع شنغالي أن المنصب من حصة الإطار التنسيقي وفي حال تم استبدال السوداني فأنه سيتم طرح اسماء جديدة لكن الكاظمي ليس بضمنها فيما يتوقع المطلعون على المشاورات الجانبية إمكانية تقديم القاضي رزقار أمين مرشحاً للتسوية برئاسة الجمهورية بعد اتراضات على عبداللطيف رشيد ومن جانبه يشير القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ لإمكانية عقد جلسة البرلمان في أي لحظة وصفاً الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري بالتكتيكي فيما تبقى أنظار الجميع شخصة صوب أربيل والحنانة للاتفاق على مرشحي الجمهورية والحكومة بعد استنفاذ جميع توقيتات التأجيل والمناورة